السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوشوا لايك والشير فضلا وليس أمرا عندنا النهاردة 3 مواضيع مهمين جدا جدا عندنا بيسو ومضام صدفة بيصدروا كارثة لبنتهم مع بداية العام الدراسي وهم مش فاهمين بيحيدمروها نفسيا اللي اتنين وليس طرف واحد عندنا حلمية طلعت حامل اهو حلمية يا داوت حامل عندنا ليه ميسيو جانو لغو الترجمة والكلام ده بسبب علاقاته المتعددة والشرب وحنتكلم في ده كلها بتفاصيل اول حاجة ناخد بيسو بيسو يا جماعة الخير ما بيظهرش غير مع احداث يعني هو مقل اه ضني مش عارف اتخاني اه هشام شادد مع طلقته يطلع ويقولك مش عايز حد يجيب لي سيرة اي حاجة اللي بيه مكفيني انا مش عارف ايه واق وهم اه نص ساعة ولا ساعة ضحك على المتابعين وما فيش اي حاجة غير رد والرد ذات نفسه يعني مش عايز اقول ما فيش اه احترام للمتابعين ما فيش وقار يعني اكنه قاعد على قهوة بلدي وبيخاطب الناس اللي قاعد عليها ما علينا يعني فانا مش هقول انا مش هعمل انا مش عارف واحد عايزك تقول طبعا زوجته طبعا او طلقته اه لما قالت انا عملت الحركة بتاعت ان انا شفت الموبايل او كلام من ده وخديك يا رسه على فكرة ودي ما تعديش بسهولة ابدا لان ده سلوك لا يمكن افرض الرجل ليه صور ولا فيديوهات ولا زوجته لبعض هما اللي اتنين عاملينها البعض ولا حاجة ازاي من قامنك لم تخونه ولو كنت خايد لا علشان ده كانت حاجات بتيجي وافتحها ليه واعملها ليه بقى انا صفة افتحها ليه انا ما اللي ارد على يعني مع كارثة المهم غير بقى الكلام وهم مش الناس بقى اللي بتتكلم في الاعراض ام لوفا بتتكلم ان ابو لوفا قال كذا 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 على البنت ما رعطوش ان البنت دي ريحة مدرسة ما رعطوش سيبكم بقى من مدرسة اجنبية ولا غير اجنبية زملاتها حتى في اي مكان وان البنت خلاص والبنت بسم الله ما شاء الله والله العظيم ما تزعلوا منه نقول لكم هي خسرة فيكم انتم اللي اتنين ما تستهلوها ان ابوها يسيء لها كل هذه الاساءة وامها تجدد هذه الاساءة وقال ايه عايزان حسن يطلع يبرق يبرق ايه احنا في زمن ايه الاب والام اللي اصول الحماية والامن والامان التجريح ييجي من الاب والام والاب يقول لك يطلع يتفاخر يتفاخر ان بقاله خمسة وعشرين يوم ما شافش بنته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا قلبك يااخي يا قلبك يااخي عشان كنت مشغول مثلا في شرم ولا في الصحل الشمالي لا حول ولا قوة ما علينا فنسيتوا ان البنت دي لها زملاء في المدرسة وممكن الكلام ده يعقد البنت نفسها لان البنات حيواجهوها به ويقولوا لها حق انت بنت كذا ابوك كذا قال عليك كذا ده اصلا بتقوله الاب اللي قات مش مدركين اي حاجة ما فيش ادراك لأي حاجة للبنت وطبعا انا متأكد ان حسن مش هيظهر بوجهه الحقيقي غير يوم 22 يناير القادم وافتكروا الكلام ده عاد الفاتحة على هلكم ومحدش يقول لي ليه التاريخ ده يوم 22 يناير القادم حتشوفوا حسن بيسو جديد خالص ووش تاني خالص هو النهاردة هيبقى ملتزم التزام كبير جدا بس تفرجوا عليه يوم 22 يناير حتشوفوا وش بيسو الحقيقي فحرام حرام حرام ولا كان لها اي لازمة الاساءة للبنت بهذه الطريقة لان دي مززم بها ان ابوها فلان او ان امها فلانة اللي اساءت ليها قعدوا تفكروا ان كلام امها كان او سمع على بنتها ده منتهى الاساءة انها تقول كلام ان ابوها بيقول كذا 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 كارسة والله والله العظيم كارسة اللي انا بسمعه ده كارسة نخش بقى على حلمية حلمية لبسالي حاجة زي ديك وقالت لك اه اختبار وانا حامل يعني انت عايزان نقوله ايه يا مدام حلمية هل ده محتوى وخاصة ان انت في مجتمع عريفي ارد عليك واقول ايه ارد عليك واقول ايه يعني انت بتجريني او بتجري قنوات من لك انهم يغلطوا ويخرجوا عن النطاق يعني انت تلاتة وخمسين سنة ولا اربعة وخمسين سنة اه ممكن الوحدة تحمل في سن الاربعة وخمسين سنة لما تبقى متجوزة طائر الرخ رجل قوي عتي عفي انما لما تبقى متجوزة راجل خلاص يقال عليه في لغة الارياف بركة وكلمة بركة معناه انه ولا بيهش ولا بينش ما انت بقى اللي عطتنا فرصة ان قال ايه ابو طارق حيدخل طرق الجيش ليه اصله نفخني او خلاني حامل يعني ابو طارق اقول انا ايه بقى ابو طارق هتبحتي لي امارة يا حاجة حلمي ما هترجع تقوله في الاخر اه ده كان مقلب ومش عارف ايه ابو طارق ما هو انا بتكلم على المقلب ده حاجة يصدقه وانتو بتحكوه البعض عايزين تأكلونا البلوزة او تشربونا البلوزة ابو طارق سنة واثنين وثلاثة مسلم نمر لمرور كفر الشيخ لا بيهش ولا بيهش والشبكة واحدة عنده وسقطة او اساسا ما فيش شبكة خالص حتى عايزة تثبتلنا برضو ان زوجك هرقت طب امارة اشوفه في ايه يعني وخلي بالكم الحاجات دي ملهاش دعوة بالسن مش عشان ميسيو جانو مسك لنا العجلة لا ده ميسيو جانو تمانية وتسعين سنة واصبة من زوجك ليه لان ميسيو جانو عنده حسة الشم قوية جدا بيشوفه هو قاعد قاعد بيشمشم انما زوجك خلاص لا بيهش ولا بيهنش ولا حول ولا قوة الا بالله هو هو العدم سواء انت ممكن يكون فيك الرمض شوية جايب الراجل وتقول له انا حامل منك هو عايز يقول حامل ازاي ده الحاجات دينا سنة بقالنا خمس ست سنين ولا سباح سنين يولية او يا حاجة هيقول او هيقول لها يولية بلغة اه اه كفر الشيخ يعني هيقول لها الحاجات دي خلاص احنا كبرنا عليها من زمان بقى مرت ايه لكن خلاص وفرحانة قوي ان ابنك بيسمح كلام زي ده وحات انا مش عاق وبنتك ده انت تيتها يا سيء والتيتها تجيب اولاد وكل حاجة بس مش لما يبقى مثلا الراجل كده صالب طوله كده وشنبه يقف عليه سقر وهو ماشي يا راجل تعبان وراجل خلاص خليه يعني يا احرم عليك المسائل كلها راحت في بصيفة يا ست حلمية رحبينة بقى ما هو ده انت اللي عامل ده جانو لو شايف مجال لليوتيوب ليه مسيك للعجلة بتلعب رياضة كل مدى بتدهى كاسية فوزي تروح مش عارفين لا الراجل التاني ده راجل خارق حارق ما حدش يبص له خالص ندخل بقى في اخر حاجة في ميسي جانو والمسلسل الهابط بتاعه سقط بالتلاتة واصبح خلاص اثر بعد عين لان الناس مش قبله مش قبله مش قبله مش قبله دوحك اولا في الفيديو النهاردة بتقولك انا حسافر بلد اه خمساشة يو ومش مش هقول دلوقت اه قوله بقى انا حسافر فيه انا ما قال انت هتسافر فيه انا عرف كاري اشتغلات زي المرة انا رحة فين اه مش هقول اه فكروا انتم اه رضا رايح يقابل رجال الاعماء في باريس فو هو طار رجال اعمل فيه فبرض الضردة انا بسافر بسافر الامارات ما انت ما تقدرش تروح السعودية انا اللي بقولك ما تقدرش تخطي المملكة العربية السعودية وانت عارفة كويس حد بعتلك مثلا في الامارات ما تسافر ايه بدي فحاجة صعبة جدا الترجمة طبعا مش هتتوجد لان ميسي جانوح هيخرج عن النص وحيتكلم كلام مش لطيف وحيتكلم عن غراماته وجولاته وكيف كان ولد خلبوس واتشاي وجاب اولاد الزيف الحرام كلهم وحيتكلم بالتفاصيل حتى شفت الست اللي كانت موجودة من كتر اه الست الاولانية الامارية لما كانت ميسي كلها تعالي تعالي اه وتشدها كده الولية بقت مغضوضة قالت يا ستي دي الجرالها ايه بقول لكم في حاجة قال تشدها الولية تابت تروح لها تاني وقالت دا انا هصار معها تاني تابت من يومها ما راح يطلهاش خالص وهي قالت انا هروح لها ومش عارف تابت تروح فين يا عم فبرضو المسرسل هبط وما فيش حاجة وطبعا حيبوص في التاريخ ومش هيتكلم وحيقطش فقالت لك خلاص شوية من اخواتنا الجزائريين هيفهموا وانا كل ما دا والتوانسة والمغربة وانا كل ما دا الاغوش الفرنسا والتاحة يعني اهو مش حالك فرنسا وتيواني كل ما دا تروح ايلى الجمهن وبيسو الجانون دلوقتي بيفكرنا بالاستعبار وبيفكرنا بمذابح الجزائر وبيفكرنا بالادوان السلسة على مصر وبقال ايكون انا كل ما والله هي بفتكر على طول عدوان 56 على برسعيد انا بفتكر وصاعد باشوفها فيه ناس على فكرة بتقول زاعت صوت العرب هي مالها ومال زاعت صوت العرب المصرية تم انشاءها واعطاها لمساندة صوار الجزائر يعني القناة دي اتنشأت في مصر مخصوص حتى تكون صوت اخواتنا في الجزائر وكانت تملي هذه القناة بتبس اشارات للمقاتلين وكلام من دا وكان دي من احد اسباب العدوان السلسة او هجوم فرنسا علينا في حرب 56 هي وطبعا مساندة مصر للصوار الجزائريين وعلى فكرة اخواتنا في الجزائر كان هم اكبر دولة عربية كانت في صف مصر في حرب 73 يعني عايز اقول ان هي كانت يعتبر ستس القوات المسلحة المصرية كانت بعتن اكتر من 30 او 25 الف مقاتل جزائري من صفوة اخواتنا الجزائريين بمعدتهم باسلحتهم بكل شيء وانتزج الدم المصري الجزائري على ارض الفيروس او على ارض سيناء الحبيبة كل التحية والاحترام لمحبي ومتابع عادل فتح في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته